دكتورة هودا حضرتك مصنعة ومصدرة كبيرة في مصر اشتغلي في مجال الباترو كيميكالز زي ما قلتيلي انا كنت بقول لحضرتك وحقول لك قدام الكاميرا عشان اعرف الاجابة انا حسيت ان الفترة الاخيرة انه الدولة عملت مجمعات ضخمة للباترو كيميكالز واهتمت قوي بالمشتقات دي هل احنا فعلا اتنقلنا ولا احنا زي ما احنا وده علاقته ايه في الخريطة التصديرية للعالم كله لا اكيد مصر عملت نقلة نوعية ونقلة كبيرة اما بالنسبة المجالي انا فانا بشتغل من خلال بيترو كيميك بشتغل في قطاع المنظفات والمطهرات اه وبشتغل في مجال ايضا مصنع بويات وديهانات مواد متخصصة لقطاع المزارع والدواجن وقطاع الفنادق المستشفيات تعقيم غرف العمليات تعقيم غرف المبتسرين خاص بالقطاعين قطاع السياحة وقطاع المستشفيات وفي زراعة كمان لا مش زراعة يعني حضرتك قلت المزارع والدواجن كمان للمطاهرات اللي تخص مزارع الدواجن واللارج أنيميل الى اي حد حضرتك شايفة انه يعني قدرنا مثلا نتحكم في التشريعات اللي كان بعضها وعكس بعضه والتعقيدات عشان خاطري انا متزعلش مني انا يعني يمكن يعني عايز اقول النهاردة الدولة بتخطو خطوات كبيرة جدا لكن مع الاسف فيه ناس زي ما نبص بص على النص الفادي لأ النهاردة اللي بيحصل في البلد مصر بتتغير ومصر بتتقدم فيه ازمة علامية اه فيه ازمة علامية لكن فيه تطور غير عادي زي كانت خاصة فقطاع الصناعة والدعم الصناعة النهاردة حيشوف جهاز تنمية تنمية الصناعية عمل ايه لأ عمل نقلة نوعية النهاردة شوف الوزرات بتتدافر مع بعض لمصلحة البلد زي بقى فيه تناغم بقى فيه تيم وارك زي ما بيقولوا الأجانب أو فريق عمل متحد بقى فكر واحد بقى فيه مش كل جهة أو وزارة أو حيث شغالة وحدها الكلام ده كان زمان كان كل واحد شغال في جزر منعزل لأ النهاردة كل شغال بشكل متحد لكن مع الاسف العالم كله بيمر بأزمة فمن الطبيعة ان مصر ايضا جزء من هذا العالم لكن عايز اقول النهاردة لو احنا كصناع فعلا بصينا لللي بيحصل فيها فرصة مش هتعود لنا تاني النهاردة القيمة والمنافسة القيمة النقدية بالنسبة لنا جات مصلحة في قطاع التصدير اللي بيصنع بجودة وعارف يفتح أسواق خارجية فأظن النهاردة بيقدر ينافس وبقوة لأن لما القيمة عندك الجنيه بتاعك انخفض والدولار ارتفع بالنسبة لك أما بتيجي تصدر وتقدر تنافس بشكل جيد لأن تكلفتك بقت أقل طبعا فالقيمة النهائية أحسن بكتير فبنقدر ندخل أسواق أسهل بتقدر انك تصدر أحسن بتقدر ان السياحة تكتزب حاجة شوف النهاردة السياحة ما شاء الله وصلنا لإيه لا السياحة النهاردة بتتطور بيها اللي شوف فنادي كلها مليئة لسه كنا بنعمل مدخلة حوالين المتحف المصري الكبير اللي هيبقى معجزة يعني حاجة طبعا مش مسموك نقل نوعي مصري تتغير ليه المواطن مش حاسس المواطن بالذات البسيط ليه مش حاسس بأنه الدولة بتتنقل كده وجيبه كمان بيتنقل شوية في احتياجاته الأساسية ما أنا عايز أقولك حاجة لما يكون العالم كله في الأزمة دي لما المواطن يشوف أن ألمانيا عظمة ألمانيا كنت بكلم عن ألمانيا عظم دول الصناعية في العالم طبعا كصناعة فهمة يعني من الرواد بالإضافة أن احنا ما صنعنا كلها يعني تكنولوجيا ألمانية وكما لما نشوف العالم هناك بيقفوا يتخانوا على أزازة الزيت في ألمانيا ويقفوا بالطابور وياخدوا أزازة مش أزازتين لا النهاردة لازم نبص نظرة تانية خالص لازم نحمد ربنا أن احنا فيه لو حد من هنا نسى راجع كنا في لبنان في زيارة عمل حاليتك لو رحت هناك وشفت الحالة البلاد دي عاملة إيه لو رحت اليمن وشفت الناس دي عاملة إيه ما فيش حاجة متوفرة لا غالية ولا رخيصة حالقال إحنا عارفين نعيش صحيح بالنسب العالم بيمر بأزمة مجاعات لكن إحنا عارفين نعيش ولو بقدر ولو إن فيه ضغط مادي آه فيه ضغط بس علينا إحنا كمان نعمل مجهود علينا إحنا نشغل أكتر نعمل مجهود زيادة نبحث وندور إزاي نفتح نفسنا مجالات طب معلش الدولة برضو عاملة جزء تاني كويس جداً لما نتكلم على الشباب الأرض والفرص المتاحة لفتح مجالات إنه هم يعملوا مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر نحاول يا جماعة الدنيا صعبة في الدنيا كلها حضرتك قلت فتح المجالات أنا كنت عايز أسألك على مجالات التصدير كخبرة حضرتك الشخصية هل المصنع والمصدر هو اللي بيقوم بفتح المجالات ولا الدولة اللي بتساعد عشان خطر اللي بفتح اسمها الدولة الدولة تروح تشتغل لنا الدولة بتعملك دولة بتنظم بتحط قوانين دول الدولة في كل العالم بتساعد مش بس بتساعد بتديك يعني حاجة تشجيع الصدرات تميزات لا بتدي ميزة للتصدير بس المهم انت كمان تكون بتنتج بجودة وبكفاءة وبتراعي التفاصيل في إنتاجك وبتعرف على المواصفات العالمية التصدير مش كده مش كل واحد عنده منتج الصبح يقوم يصدر لا لازم أنزل السوق واشوف الأسواق دي محتاجة ايه احتياجاتها المواصفات المقبولة لديهم المنافسين في الأسواق دي مين بعدين نقدر نرجع مصنعنا فالإنتاج يبتدي من السوق مش من المصنع فاللي عايز يصدر بجد المصنع ياخد الدرس من السوق شوف محتاج ايه طبعا ياخد شنطته ويسافر ويتعرف على الأسواق ويدرس السوق كويس وبعدين يرجع مصنعه ما يصنع على حسب المواصفة والمطلوب والنظم الدولية لكن مش هصنع على على زوقي أنا الشخصي لا يكيد لو بتعمل منتج هتصدره مثلا للسودان وللجنوب ليهم أزواج هتصدره لبلاد الشام أزواج تاني ندخل أفريقيا بقى أفريقيا مهمة جدا بيستوردوا كل حاجة النهاردة حالتك البعض الأفريقي لازم يبقى هو نصبه عيوننا كلنا أفريقيا النهاردة أسواق كبيرة جدا أسواق مستهلكة جدا أسواق محتاجة كل حاجة بالإضافة أن هم كمان عندهم خيرات كتيرة فالأسواق الأفريقية فيها مواد خم كتيرة جدا ونقدر نعمل تبادل بيننا ونقدر نحن نصدر وناخذوا الأسواق بدل دول أخرى لكن الفكرة نحن بنتسؤول لا أصل مش ضمنين الفلوس بتاعتنا هتبقى زي لا أسعى ودور وفي مصادر وفي أسليب وفي طرق وفي أن أنت تأجر مكان يعني في طرق كتيرة جدا نحن تفتح أسواق أفريقية وده المطلوبة ويمكن دال للاتحاد عندنا عامله عشان كده احنا مؤتمراتنا على مدار 25 دورة بنقول إيه استثمار عربي أفريقي وتعاون دولي تحقيق مسلس النجاح مباري حضرتك عارفة أن مصر تسلمت قيادة النيباد اللي هو اللجنة التنفيذية بتاعت الدول توجيه الدول والرؤساء الحكومات للمسألة الاستثمار دي بالوقت كمان من أهم المهام اللي الرئيس أعلن عنها مبارح وقال إحنا نويين بنفكر في إيه في السنتين اللي إحنا رؤساء النيباد فيها مسألة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القرية الإفريقية يعني مصر مركزة قوي مع أفريق طبعا ده هدف واللي مش هيفكر في كده هيضيع فرصة عليه هي فرصتنا دلوقتي نحن نعمل شغل كويس ونكسب كويس ونقدر نكسب عمالنا وموظفيننا بشكل جيد ومحترم لأن السوق مفتوح يعني بس الموضوع محتاج جراءة شوية ومجهود واستثمار في السفر وفي دراسة الأسواق وفي الماركتينج وفي التسويق مهم جدا لأن غير كده هنفضل عزين محل لكسل ومش هنتطول وفي التسويق